وزير الدفاع الأمريكي جيمز ماتس قال وزير الدفاع الأمريكي جيمز ماتس أن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوث الإيرانية في إبريل الماضي على ناقلة نفط سعودية حصلت عليه من إيران واعتبر ماتس أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر كان جليا حين أصاب الصاروخ الذي أرسلته إيران ناقلة النفط أذا وكانت إحدى ناقلات النفط السعودية قد تعرضت لهجوم حوثي إيراني في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة وفق ما أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي